تحقيقا للنفوذ ولأغراض سياسية جعلت قطر من عاصمتها مقرا مركزيا إقليميا لتنظيم جماعة إخوان المسلمين الإرهابي وواصلت دعمهم حتى من بعد توقيع أمير قطر اتفاق الرياض 2013 والذي ينص أحد بنوده على عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات والتنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمنى واستقرار دول المجلس أطلب منكم اليوم أطلب بأخواني منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الابتحاد في ثيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله كانت هذه دعوة الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز من قصر الدرعية بالرياض عندما دعا قادة دول الخليج من تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تلك القمة عقدت في ديسمبر عام 2011 أجل في عام ما سمي زورا بالربيع العربي لكن الملك الراحل كان مدركا لما يجري ومتنبئا لما قد يحدث كان الاتحاد يلوح في الأفق لكن كان لابد من ترتيب البيت الخليجي أولا الذي مهد للاتحاد من أجل الترتيب كان على قطر أن تحسن النية وتنفذ ما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكملي عام 2014 وقعت قطر واستضافت قمة دول مجلس التعاون في العام نفسه حتى أنها سميت قمة ترتيب البيت الخليجي لكن كما سمعنا ورأينا أن قطر لم تلتزم ونكثت بنود الاتفاق جميعها وفضلت دعم وإسناد تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي فضلته على أشقائها فقد ورد في بنود الاتفاق عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات والتنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس وبدلا من التنفيذ الصادق يقبل الأمير رأس التنظيم وعين داخل قصره بالدوحة ولا تزال أعداد كبيرة من الإخوان المدرجين على قوائم الإرهاب تقيم في الدوحة وتصدفها وسائل الإعلام القطرية أو التي تمولها قطر يروجون لأفكارهم التي تراها دول الخليج مثل ما يراها العالم خطرا على أمنها واستقرارها الدوحة الملاذ الآمن لتنظيم الإخوان الإرهابي والحاضنة والممولة وصلت دعمها للجماعة الإرهابية بشكل يخالف تماما توجه مجلس التعاون الخليجي الذي يدرك تماما خطورة التنظيم الإرهابي قطر تدرك ذلك أيضا فهي لا تسمح لجماعة الإخوان بممارسة أنشطتها في الدولة وهذا يفسر استغلال الدوحة للجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها السياسية وتقوية نفوذها في المنطقة وبعد قطع العلاقات كان واضحا إصرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على موقفها من خطورة جماعة الإخوان المصنفة بأنها إرهابية وكان من مطالبها الأساسية أن تعلن قطر قطع علاقاتها مع التنظيم الإرهابي وضمه إلى قوائم الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر